يحذر صندوق النقد الدولي من تزايد الكوارث المناخية ويحدد ثلاث أولويات حاسمة أمام قمة المناخ في شرم الشيخ لكن الأهداف تعيقها التحولات الجيوسياسية النتيجة عن الحرب الأوكرانية يضاف إليها ركود اقتصادي وأسعار طاقة مرتفعة وأكثر ما يخشاه العالم موجات حر وفيضانات وانهيارات جليدية تكبده خسائر تفوق ما وضع بغرض مكافحة التغير المناخي أهلا بكم إلى برنامج الرابط تتوالى التحذيرات من تزايد الكوارث المناخية بينما تدعو الأمم المتحدة إلى اتفاق مناخي بين الدول الغنية والفقيرة لسد الفجوة وعن ذلك نتساءل هل تفيد دول الغنية بمطالب العدالة المناخية رغم الأزمات التي تعتسب باقتصاداتها وكيف تسهم التحولات الجيوسياسية في عرقلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي عشية انعقاد قمة المناخ في مصر صندوق النقد الدولي يعتبر القمة محطة فاصلة لتسريع مسار تحقيق الحياد الكربوني وسط تحذيرات من تبعات تأخر الحكومات في الوفاء بالتزاماتها البيئية متأثرة أساسا بأزمة الطاقة والحرب الأوكرانية بعد أقل من شهر من توقعات متشائمة لشأن النمو الاقتصادي العالمي صندوق النقد الدولي يحذر هذه المرة من تزايد الكوارث المناخية فالعام الجاري شهد أثرا مدمرة من أعاصر بنجلاداش إلى فيضانات باكستان وصولا لحرائق غابات أمريكا الشمالية فيما تبقي الأمم المتحدة على توقعات متشائمة من ارتفاع حرارة الأرض لدرجتين فاصلة ستة نهاية القرن الحالي وعلى شفير الهاوية عنوان بحث لجامعة بريطانية تداعيات التغير المناخي على دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعاناة المنطقة من احترار يضاعف المعدل العالمي ورغم التحذيرات المتكررة وتعهدات الحكومات فالعالم يسير بخطى متثاقلة لتقليل الانبعاثات الكربونية متأثرا بتداعيات الحرب الأوكرانية التي وضعت قارة بأكمالها في مواجهة أزمة طقة حدة معيدة أوروبا سنوات إلى الوراء بإحيائها لمحطات الفحم علها تغطي جانبا من حاجاتها لنقص الغاز وبينما تعالج أوروبا أزمتها فهي تسبب أخرى في مناطق متفرقة من العالم الدول الفقيرة ستكون الأكثر تضررا من بعثات الدول الصناعية ما دفع الأمم المتحدة من التحذير من فجوة بين الجانبين فجوة مماثلة تحدث عنها صندوق النقد الدولي بأن السياسات المناخية الحالية بعيدة عن تحقيق أهداف مواجهة أزمة المناخ ما يجعل العبء أثقل على كوب 27 المرتقبة إقامتها في مصر أشار الجاري حيث تتوجه أنظار العالم إلى شرم الشيخ مع حطة ستحدد مصار الحياد الكربوني لعام 2050 يجتمع في القمة قادة العالم الذين تفرقهما السياسة والمصالح الاقتصادية وحرب قد تحدد مستقبل الطاقة قبل البدء في نقاش الليلة نذكركم بسؤالي الرابط كالعادة هل تفي الدول الغنية بمطالب العدالة المناخية رغم الأزمات التي تعصف باقتصاداتها وكيف تسهم التحولات الجو سياسية في عرقلة الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا معنا عبر الأقمار الصناعية من باريس الدكتور بدوي رهبان مسشار منظمة الأمم المتحدة للحد من أثار تغير المناخ والكوارثة الطبيعية من عمان دكتور جمال الموسى خبير مناقي ومستشار تقص العرب ومحاضر أرصاد جوية في الأكاديمية البحرية الأردنية من الرباط يرافقنا الدكتور الشرقاوي الروداني الخبير في الدراسات الجيوستراتيجية وأستاذ العلاقات الدولية وتدبير الأزمات في جامعة محمد الخامس أهلا وسهلا بالجميع أبدأ من الرباط هذه المرة ليسأل دكتور روداني عن هذا الشعار المرفوع في سياق قمة كوب 27 في شرم الشيخ في مصر العدالة المناخية هل هو شعار مساوق لطبيعة المرحلة وواقي بتقديرك أم أن فيه تموحات عريضة في الحقيقة أعتقد بأن السياق العالمي والسياق الدولي وما تشهده مجموعة من الدول الإفريقية والشرق المتوسطي وبعض الدول الآسيوية يجيب على السؤال الذي طرحته هو أن هذا الشعار هو شعار طموح جدا ولكن صعب اليوم أن نتكلم عن عدالة مناخية لاعتبارات عديدة هناك اليوم تناثر داخل المجالات الجيوسياسية وصراعات وتنافر جيوسياسي كبير أصبح يضغى على العالم وأصبحت مسألة المناخ أصبحت مسألة ثانوية بالنسبة للسياسات الدولية وحتى بالنسبة للسياسات الوطنية لاعتبار الحاجيات اليوم من الأمل الغدائي والحاجيات الطاقة لأوروبا بفعل الحرب الروسية الأوكرانية وبفعل كذلك تداعية جائحة كورونا وتأثير ذلك على ما يسمى بلوشاندابخوفيزيون أو سلاسل الإنتاج على المستوى الدولي وبالتالي عندما نلاحظ القارة الإفريقية التي هي أقل مساهمة في بيعات الغازات وكذلك الكربون هي أكثر المناطق في العالم تأثيرا وتأثير ذلك يكون بحدة كبيرة خاصة عندما نلاحظ الوضع في منطقة الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء نتكلم عن جفاف أصبح الآن يؤدي إلى مجموعة من الكوارث الطبيعية وإلى التصحر وإلى الهجرة وإلى الثلوت وبالتالي أصبح هذه المسألة أصبح تؤثر على الأمن الإفريقي والأمن القومي للقارة الإفريقي وبالتالي أعتقد بأن العدالة المناخية هو طموح ولكن لا أعتقد في السياقات الدولية خاصة إذا اعتبرنا اليوم بأن المناخ أصبح دو أبعاد جيوسياسية لا يمكن أن تستجيب لهذه الحاجات للدول الإفريقية أو لبعض دول الشرق المتوسطية جيد من الرباط إلى باريز الآن أسل دكتور بدوي يا عبد وقلب معك واقعية مثل هذا الشعار العدالة المناخية بالنظر إلى هذه التقلبات الجيوسياسية الراهنة وحتى حديث صندوق النقد الدولي عن فجوة عميقة بين الملوثين من الأغنياء والملوثين من الفقراء إنجاز الوصف بين الدول إن العدالة المناخية هي مهيزة رئيسية من ركائز مسار مواجهة تغير المناخ وهذا هو شعار مرحب به لنذكر أن من مسألة نواحي مفاوضات تغير المناخ هناك ما نسميه بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي تحل منذ أعوام وسوف تحل في المستقبل بالدول النامية والفقيرة بفعل تغير المناخ إذن ندخل ابتداء من الغد إلى مؤتمر الشيخ بطموح وبأمل بأن مسألة تغير المناخ وأيضا مسألة الدعم المفروض من كبل الدول الغنية للدول النامية للتكيف مع إيصار تغير المناخ أن تدخل هذه المسائل من الباب الواسع من جديد على أجندات الدول والفاعلين في مجال تغير المناخ بالرغم من الصعوبات الحالية التي نشهدها منذ أوائل العام 2022 ابتداء من المشاكل الجيوسياسية وأيضا مرورا بالخروج من جائحة الكورونا وأيضا اليوم من الصعوبات في الانتقال إلى الطاقات المتجددة بالرغم من كل هذه الصعوبات يجب أن تعود الآن مسألة تغير المناخ على أجندة المفاوضات وأن نخرج من مؤتمر الشيخ بتقدم وبالتزامات جديدة وبتركيز على أنه يجب من ناحية أن نخفض اعتمادنا على الطاقات الملوسة من جهة وخاصة من كبل الدول الملوسة وثانيا أن نستطيع المضي قدما في التأقلم بآثار تغير المناخ من عواصف، من فيضانات، من سيول، من موجات حر هذا يتطلب إجراءات على الأرض حماية مدننا وبلداتنا وإدراك الناس على هذه الأمور وابا إلى عمان الآن دكتور الموسى أسأل عن حال المنطقة وحظها من العدالة المناخية وأبرز تحديات قمة شرم الشيخ عشية بدء أعمالها مساء الخير لك ولحضرتك ولجميع الضيوف وجميع المشاهدين نحن فعلا في الدول العربية أقل انبعاثات والدول النامية ولكن أكثر الضحايا أكثر الدول انبعاث للغازات الدفئة المسببة للاحتباس الحراري هي الصين حوالي 30% الولايات المتحدة حوالي 15% المجموعة الأوروبية حوالي 10% الروسيا والهند كمان حوالي 1-7% والأخرى 5% يعني مجموعة الدول والبرازيل أيضا تشكل ما مجموعة حوالي 78-70 إلى 75-78% يعني أكثر الدول الباعثة لهذه الغازات هذه تسبب احتباس حراري تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة تؤدي إلى تغير مناخي أيضا تؤدي من نتائج التغيرات المناخية ظهور أنماط الطقس المتطرفة التي أصبحت مكلفة جدا على الاقتصاديات وعلى طبيعة الحياة وكثير من علماء الأرصال الجوية ومنظمة الأرصال الجوية العالمية أصبحت تقول أن أنماط الطقس المتطرف حاليا التي سرنا نشاهدها الآن القوية والمكلفة جدا ماليا وأيضا بخسائر بالأرواح والبنية التحتية هذه ستصبح في الغد نمط طقس عادي جدا ونمط من أنماط الحياة الطبيعية إذن يجب التخفيف من آثار التغيرات المناخية يجب التكيف مع آثار التغيرات المناخية هذه أنماط الطقس المتطرفة بجوز شهدناها في سيول باكستان هذا العام سيول باكستان هذا العام كلفت حوالي 30 مليار دولار أمريكي إعادة البناء حوالي 16 مليار دولار أمريكي جفاف أوروبا أيضا السنة التي كان أسوأ جفاف منذ 500 عام يكلف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أكثر من 9 مليار جنيه سترليني في السنة أيضا فيضنات ألمانيا سنة 2021 وكلفت أكثر من 40 مليار دولار ولو أضفنا إليها موجات الحر عام 2018 و2019 أصبحت الخسائر لألمانيا حوالي 80 مليار دولار إذن هناك في تزايد نتيجة الزيادة في درجة الحرارة زيادة الاحتباس الحراري زيادة التغيرات المناخية أصبحت واضحة الآن أصبحنا آخر سنوات هي أحمى درجات حرارة سجلت منذ بدء تسجيل درجات الحرارة بسبب زيادة الغازات الدفئة وزيادة تركيزها أيضا في الغلاف الجوي إذن أصبح التغيير المناخي واضح آثار واضحة هنا بدنا أن ننتبه إلى البنية التحتية والتكيف مع المناخ خاصة مع الدول الأقل نموان أو الدول النامية أو الدول قليلة الدخل هذا يتطلب إلى دعم كبير جدا منها لأنها متضررة الأول هي تبعث أقل انبعاثات غازات دفئة ولكن هي أولى الضحايا ستكون في هذا المجال على كلها قصة التكيف والجزء الثاني من القصة ربما الجزء الأولى والتحديات الماثرة والأسرع أمام مؤتمر شرم الشيخ في نسخته السابع والعشرين ومناقشة قواعد مثاق المناخ العالمي الجديد نتعرف على أبرز مصطلحات هذا الاتفاق العالمي المرتقب في التقرير التالي ثم نعود لنقاشنا ترجمة نانسي قنقر أعود إلى ضيوفي من باريز هذه المرة دكتور بدوي أسأل عن هذا الميثاق باريز 2015 المرحلة تغيرت بالتأكيد يجري الحديث عن ميثاق عالمي جديد في تحيين ربما قادرة هذه الدول الغنية والفقيرة في مؤتمر شرم الشيخ عفوا إلى الوصول إلى حالة إجماع وحالة توافقية تزيد ربما من التجانس في الدفاع عن هذا الكوكب بفقرائه وأغنيائه حسب تقديرك على مستوى المواثيق على الأقل ليس هناك للمجموعة الدولية ابتداء من الغد ليس هناك من خيار في شرم الشيخ سوى أن تعيد التزاماتها بأهداف مؤتمر باريز للمناخ عام 2015 هذه الأهداف التي تقول أن الإنسانية يجب أن تبزل كل جهد لكي لا نصل بآخر هذا الكرن يعني في العام 2100 لا يجب أن ترتفع حرارة الكوكب أكثر من درجتين مئويتين مقارنة بما قبل الثورة الصناعية هذا هو الهدف الأول الهدف الثاني من مؤتمر باريز والذي أيضا ننتظر أن يؤكد أيضا في شرم الشيخ هو أن على الدول وخاصة الدول الصناعية والمسببة للإنبعاثات من الغازات الدفيئة أن تقلل اعتمادها على الطاقات الملوسة وأن يكون بحلول عام 2030 يعني بعد ثمان أعوام من اليوم أن نكون كان توصلنا إلى الحد الأعلى من انبعاثات الغازات الدفيئة يعني أن نقلل في الثماني سنوات القادمة 56% من انبعاثات الغازات الدفيئة وهل هذا ممكن عملية؟ الثالث من مؤتمر باريز على كل حال يجب أن نتابع المسار في هذا الاتجاه بالرغم من كبوات التي حصلت بسبب جائحة الكورونا بحسب المشاكل الجيوسياسية بسبب الحرب في أوروبا يجب أن نتابع هذا المسار طبعا نحن في مأزك في هذا المجال الهدف الثالث هو أن نكون بعام 2050 قد استغنينا بالعام 2050 عن الاعتماد على الوقود الإحفوري أو أن نقلل بدرجة 70-80% من الاعتماد عليه وأخيرا أن نكون قد تكيفنا يعني أن يكون في الدول كلها وخاصة في الدول النامية نظم إنزار مبكر في كل الدول إنزار مبكر للعواصف للفيضانات لموجات الحر للجفاف كيف تتصرف المواطنون كيف يتصرف الأهالي كيف يحموا مدنهم من هذه العوامل المتطرفة نظم إنزار مبكر تمارين حماية المدن بمواجهة موجات الحر أن يكون هناك محلات نباتية أن يكون نصعف السكان المتضررين كل هذا صحي على المحتوى الشعبي أيضا من ضمن التحديات الماتلة خاصة في الدول النامية حيث درجة الوعي بالمخاطر ما تزال متدنية أذهب إلى الرباط لأسألة ضيفنا من هناك كذلك عن مدى واقعية مثل هذه الأهداف المرسومة على الورق يبدو كل شيء متجانس من ميثاق باريس إلى الميثاق المنشود في شرم الشيخ بالنظر إلى التغيرات الجيوسياسية التي جدت مؤخرا منذ زمن كورونا والحرب في أوكرانيا ضغط أسعار الطاقة وارتفاعها ومساهمتها في ارتفاع التضخم هذا يجعل أو يقوي الضغوط المكبلة على الدول الصناعية الكبرى حتى تفي بالتزاماتها هل هذا ممكن حسب تقديرك؟ أعتقد بأن الطموح والأحلام هي أشياء جميلة ولكن نحن كدول دول تالتية بالنسبة للنظام الدولي دول تساير الصراعات الجيوسياسية وتتأثر بهذه الصراعات الجيوسياسية فلا أعتقد بأن يكون هناك من سيسمعنا أولا لا بد من الإقرار اليوم بأن نذهب إلى قضيتين مهمتين اليوم تغيرات المناخية أو المناخ أصبح اليوم يجب أن نقرأ في وضعهم جيوسياسي محدد بمجموعة من المعادلات ذات الطابعة الدولي والقضية الثانية المهمة وهي يجب أن نذهب إلى أمنة البيئة هذا مهم جدا لعندما نلاحظ سيدي المحترم مجلس الأمن الدولي لم يصدر قرارا على هذه المسألة اعتبرها مسألة جانبية فقط مؤخرا لاحظنا دولة الإمارات في مارس في 2021 قامت بمبادرة جميلة من خلال نقاش داخل مجلس الأمن ولكن نقاش عبارة عن مؤتمر مؤخرا القابون كان هناك نقاش تأثيرات المناخ على الأمن في إفريقيا ولكن غير هذا لا نرى شيئا هناك مسائل مهمة طبعا انعقاد القمة الآن أصبحت الآن ينجلب إلى العالم انعقاد القمة في أرض إفريقية عالم ثالثية كما ذكرت مصر هل من شأن أن يساعد أم أن الأمر شكلي تعقد في باريس أو في شرم الشيخ لا تأثير لذلك رغم قربها من شغالات المنطقة والدول النامية جغرافيا على قل إنها انعقدت في باريس سيدي وبعد ذلك انعقدت في مدينة مراكش بالمملكة المغربية وكان لقاء كبير ترأسه العاهل المغربي محمد السادس بقيادة المجموعة من رؤساء الدول القارة الإفريقية وكانت رسالة واضحة إلى الدول التي تبعت أكثر من 90% من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري خاصة أن إفريقيا تساهم فقط بـ 4% من الغازات التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري ولم يكن هناك جواب من الدول الكبيرة أعتقد أن مصر دولة خاصة سياق جاء صعب جدا وأخشى أن يكون هناك تصدير للأزمات الجيوسياسية داخل هذا المؤتمر أعتقد بأن اليوم عندما نلاحظ سيد المحترم بأن مراكز توليد الطاقة الكهربائية في الصين تبعت في 36 ساعة ما يبعته المغرب في سنة وأن مجموعة مراكز توليد الطاقة داخل القارة الإفريقية مجتمعة تصل إلى 36 جيجاوات عندما نلاحظ بأن دولة الفيتنام لوحدها اليوم الآن في إطار خلق مراكز توليد الطاقة الكهرباء من الطاقة الأحفورية تصل إلى 96 جيجاوات أعتقد بأن هناك فرق شاسع وأن الإطار المفاهيم الذي نستعمله هو خطاب ديبلوماسي أعتقد لا غير ولكن إذا أردنا أن نكون واقعين لا بد أن نبتعد عن الكلام الشاعري للإغريقيين الذين يصفون اللوحات الجميلة نعم أذا بلا عمان لأسألة أيضا دكتور الموسى ما بين الخطاب الديبلوماسي الذي ذكره ضيفنا من الرباط والخطاب الواقي الذي نحاول أن نترسم معالمه هل التحولات الجيوسياسية التي تجد في السنتين الأخيرتين عائق حقيقي أمام تحقيق ولو نسبة كبيرة من هذه الأهداف التي رسمت منذ باريس 2015 ولم يتحقق منها الكثير في الحقيقة أول شيء مؤتمر باريس كان في 2015 والآن نحن في 2022 الآن مضى عليه سبع سنين منذ مؤتمر باريس وحتى الآن درجات الحرارة بازدياد مستمر القرارات هي قرارات والمعاهدات والمعاهدات هي معاهدات والتطبيق العملي لم يكن كافيا وهذا أقرت به معظم دول العالم بحيث كثير من دول العالم أقرت خطة طوارئ مناخية وفي شهر سبع أيضا رئيس بايدن أعلن خطة الطوارئ المناخية الأمم المتحدة في 2020 أعلنت خطة الطوارئ المناخية ماذا يعني خطة الطوارئ المناخية يعني أننا لحد الآن لم نقم بواجباتنا لنقلل من الإنبعاثات الكربونية لنقلل من الزيادة في ارتفاع درجات الحرارة لنقلل من التغيرات المناخية هنا كانت خطة الطوارئ المناخية في كثير من الدول وأيضا في المجموعة الأوروبية لحثهم ولوضع خطط معينة لتقليل الغازات الدفيئة وبالتالي استخدام الطاقة النظيفة أكثر وأيضا للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف مع المناخ وإحنا في الأرصال الجوية دائما عندنا شعار بقول زي ما حكى الدكتور ضيفك من باريس أن الظواهر الجوية المتطرفة والقاسية والكوارث الطبيعية لا يمكن مواجهتها ولكن يمكن التقليد من آثارها عبر الإنظار المبكر وبالتالي بدنا نضم إنظار مبكرة ممتاز بحيث تستطيع الدول النامية خاصة التي بنيتها التحتية ضعيفة إنها تتخذ الإجراءات الكافية لأيضا التقليل من آثار التغيرات وأنا قبل شوي حكيت آثار التغيرات المناخية والكلفة في باكستان وفي ألمانيا أيضا كندا تكلفها حوالي 150 مليار إلى 1 تريليون دولار لإعادة الأقلم والتكيف وتكيف البنية التحتية لتتحمل آثار التغيرات المناخية فما بالك بهذه الدول المتقدمة التي لديها تحتية قوية فما بالك بالدول النامية التي بنيتها التحتية ضعيفة وقدرتها المالية أيضا بالدرجات الحرارة وبجوز لاحظنا في آخر إعصار ضرب فلوريدا هذا الإعصار أدى إلى فيضنات عنيفة وكميات أمطار غزيرة جدا أدت إلى خسائر كبيرة جدا والسيول وارتفاع منسوب المياه لارتفاع درجة الحرارة أنه عندما ترتفع درجة الحرارة أكثر يستطيع الهواء أن يستوعب كمية بخار أكثر وبالتالي كمية المياه الساقطة تكون أكثر إذن ممكن التعرض لفيضنات بشكل أكثر وتكون مدمرة ومؤثرة بشكل أعنف واضح إذن أيضا عندك كمان في إفريقيا أيضا في عندك 52 مليون شخص تفضل دكتور موسى تفضل في إفريقيا أيضا في إفريقيا أيضا في عندك 52 مليون شخص سيواجهون الجوع حسب منظمة أوكسفام هاي ليه لأنه أيضا من الجفاف الذي تعاني كثير من المناطق أيضا في كثير المحص الزراعية المناطق الإفريقية أيضا منظمة الصحة العالمية بتقول وأيضا منظمة الأغذية والزراعة أنه بحلول عام 2030 هناك 26 مليون شخص معرضين للوصول إلى الفقر وخمس ملايين إلى حالة وفاة وخمس ملايين إلى حالة مرض ومئة وخمسين إلى مئة وستين ألف إلى حالة مرض إذن بحلول عام 2050 يتوقع العالم والمنظمات الدولية أنه يكون في أن 143 مليون مهاجر هذا يعني أنه هناك تغيرات في البنية الاجتماعية في الناحية الأمنية في تركيبة السكان في أيضا نمط العيش وأيضا هذه الفيضانات والموجات الحارة والجفاف والحرائق أيضا يؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي أيضا تؤثر على مستوى الأغذية بالإضافة إلى قضية أوكرانيا وأزمة الغذاء حاليا وأيضا في آثار من آثار التغيرات المناخية اللي هو ارتفاع مستوى منسوب المياه وارتفاع منسوب البحار هذا طبعا يهدد الجزر يهدد المحاصل الساحلية في مناطق أخرى دعنا نتوقف هنا الأثار كبيرة حقيقة وأجملتها أشكرك على هذا هي أكبر من أن تحصى في الحقيقة لعل أبرزها حركة الهجرة الأمراض دهور أمراض الجديدة المحاصيل الزراعية مخاطر الغذاء أو ندرة الغذاء ليس في الأمر أي مبالغة المخاطر جمّة وكبيرة وحقيقية وهذا المؤتمر على درجة كبيرة من الأهمية في الحقيقة أشكر ضيوفنا هذا الآن فاصل قصير نعوده بعده أهلا بالجميع مجددا أعلنت شركة أتامين السويسرية سويسري أنه في تقديراتها تكبد العالم في النصف الأول من عام 2022 خسائر اقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية بلغت 72 مليار دولار وأشارت الشركة السويسرية إلى أن تواتر الكوارث التي تسمى بالكوارث الثانوية مثل الفيضانات والعواصف مقارنة بالكوارث الكبيرة مثل الزلازي والعصير تزاد حول العالم الخسار الاقتصادية في 55 دولة الأكثر عرضة لتأثر بالمناخ بلغت أكثر من نصف ترليون دولار على مدى العقدين الماضيين تقرير منظمة أكسفام قال إن أرباح صناعة الوقود الحفوري كانت كافية لمعزنة خسار الدول 60 مرة تقريبا يقول تقرير إن هناك عددا من الطرق التي تستخدمها الدول الغنية للحصول على تمويل خارج الميزانيات الحالية مثل ضريبة الأضرار المناخية على الملوثين أو ضريبة الركاب على الرحلات الجوية تقرير منظمة أكسفام أوصى بإنشاء صندوق للخسار والأضرار لكي يسمح للدول المتضررة من التغير المناخي بالحصول على المنح بدلا من الاقتراض وذكر التقرير أن 189 مليون شخص في المتوسط تأثروا بالظواهر الجوية الشديدة في البلدان منخفضة الداخل منذ عام 1991 دكتور بدوي في باريس الكلفة الاقتصادية هذه الفاتورة الباهظة التي تدفعها للبنوك وشركات التأميم فقط وإنما الدول واقتصاداتها النامية والقوية هل يمكن أن تكون جرس انذار قوي وحيط ردع حتى يرتدي على العالم ويعيل أن الإنسان ربما قد يفهم أكثر بالخسارات رغم حالات الكسب في الوقود العفوري التي تعادل ربحيتها خسارة العالم بسبب هذه التغيرات المناخية كما يقول هذا التقرير الذي أوردناه منذ قليل نصف تريليون دولار نعم نعم إن ناحية ارتفاع ليس فقط الكوارث الطبيعية ولكن وطيرتها وشدتها ومدتها هذا يشكل ناحية مهمة ورئيسية من مسألة التغير المناخ يعني حتى إذا ما توصلنا في الأعوام والققود القادمة إلى التخلص إذا ما توصلنا إلى التخلص من إمبعاثات الغازات إذا ما توصلنا إلى التخلص من إمبعاثات الغازات الدفئة التي تتسبب بتغير المناخ سوف تواكبنا بعدها الكوارث الطبيعية يعني مثلا ارتفاع سطح المحيطات الذي سوف يتسبب بنزوح عن المناطق الساحلية وبتهديد السكان في المناطق الساحلية هذا الارتفاع في سطح المحيطات سوف يدوم معنا حتى آخر هذا القرن لذلك مسألة الجهوزية للكوارث الطبيعية من عواصف من فيضانات من سيول من موجات حر يجب أن تكون ركيزة أساسية من معركة الإنسانية تجاه تغير المناخ السبيل لذلك الإجراءات يجب أن تكون كما ذكرت حتى نكون عمليين أكثر سندوق دولية سندوق تمانية مشاركة كبار المستثمرين القطاع الخاص الدول البنوك البعض يطرح مبادرات لكنها لم تتبلور حقيقة كل المبادرات التي تفضلت بذكرها هي ضرورية وأساسية ولكن هذه المبادرات هي تعول على التمويل نعم التمويل ضروري وهو حيوي ولكن إن معركة تخفيف من المخاطر الطبيعية يجب أن تتكت أبعد من الإرادة السياسية ومن القطاع الخاص أن تتكت وتعتمد على وعي الإنسان على إدراك المواطن في البلدات في الكرة في المدن كيف يواجه كيف يتصرف هو وأولاده كيف يتصرف هو وعائلته كيف يتصرف المدارس كيف تتصرف وتتحد صح إن القرار السياسي والتزام الحكومات لا يكفي هو ضروري ولكنه لا يكفي في هذا النضال يجب أن نعول على الفرد أن يكون عند الفرد وعي وإدراك وأن يكون عنده شعور بالمعرفة كيف يتصرف يعرف كيف يتصرف ويعرف كيف يحتمي ويعرف كيف يواكب هذا المصر طعم أذب إلى الرباط لأسألة أيضا عن موضوع الكلفة هل من شأنه أن يكون في بعض الإيجابيات أن يدرك العالم فعلا بهذه الخسار حجم الوجع وضرورة التحرك بسرعة وضرورة طرح المبادرات وتوفير الصناديق الممولة لهذه العملية الإنقاذية الأضخم ربما في تاريخ البشرية لإنقاذ هذا الكوكب في النهاية دكتور شرقاوي ما رأيك في الصياغ التي تطرع على مستوى أممي أو مستوى دولي أو مستوى هذه القمم حتى أعتقد اليوم حجم الخصائر وحجم التحديات التي يطرحها التغيير المناخي أو التأثير يعني التأثير المناخ على البيئة وعلى الدولة وعلى القضايا الاستراتيجية والحساسة للدول على تبار أن التأثير المناخي هو عابر للحدود وتأثيراته تمس جميع الدول كما قلنا اليوم هناك مجموعة من القارات ومجموعة من الدول أصبحت تتأثر بشكل كبير بالتغييرات المناخية يمكن أن نقول بأن اليوم جميع الدول التي تعرف صراعات داخل كما في إفريقيا هي متأثرة بشكل كبير بالتغييرات المناخية وبالعكس أن هذه التغييرات المناخية تفاقم الأزمة الأمنية وبالتالي أعتقد بأن اليوم لا بد من قراءة الأمور بشكل عقلاني وبشكل برغماتي اليوم هناك ثلاث عقائد جيوسياسية أساسية تسيطر على النظام الدولي وستؤثر على النظام الدولي هناك العقيدة الجيوسياسية الأورازية لروسيا هناك العقيدة الجيوسياسية المحيط الهندي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وراوند وان بيلت بالنسبة للصين هذه الدول هي مجتمعة هل قادرة تلتقي هذه العقائد ثلاث على قضية مركزية وإنسانية كبرى أم أن القطيعة دأبها وديدانها أعتقد بأن أمام حدة التوترات والصراعات الجيوسياسية ومحددات الصراع ما بين هذه العقائد الجيوسياسية لا أعتقد بأن في الزمن القريب سيكون هناك إجماع توافق حول السياسة معينة مرتبطة بتغييرات المناخية على الاعتبار أن نلاحظ اليوم جميع المبادرات تأتي من البنك الدولي البنك الدولي فيما بين 2020 و2021 قام بضخ حوالي 31 مليار دولار من أجل مساعدة الدول التي تأثر بالمناخ ولكن عندما نلاحظ ما يسمى بمؤشر الإيجابي للمناخ ما يسمى لم يكن هناك دول قادرة أن تستوعب هذه الاستراتيجية بل بالعكس بأن البنك الدولي وليلي قام عندما يعطي هذه الاستراتيجيات في مأجال آخر يفرض بعض شروط على الدول خاصة الدول في طور النوم أو الدول الفقيرة أن تقوم بمعالجة لميزانيتها من خلال بعض المبادرات الصعبة والتي قد تؤثر على السلم الاجتماعي وبالتالي أعتقد بأن لا بد من الإقرار اليوم إذا أردنا أن نكون على مستوى طموح هذا الشعارات الآن المرفوعة في مؤتمر شرام الشيخ أن يكون أمنة البيئة يجب أن يكون هناك قرارات مجلس الأمن كما نتكلم اليوم عن الإرهاب نتكلم عن صراعات جيوسياسية كبيرة يجب أن نتكلم اليوم عن أن البيئة اليوم العلاقة الدولية بالمفهوم الكلاسيكي أو بمفهوم المدرسة التقليدية أصبحت يعني يجب أن يكون الأمر أن نلتمس طريق مدرسة كوبنهاجن هاجسا أمميا نعم سيدي نعم واضح أذب إلى عمان مرة أخرى مجلس الأمن نعم تحديدا مجلس الأمن هذا مقصط بهاجس أممي دكتور جمال الموسى مبادرة البنك الدولي واضحة وتحدثت عن هذه الفجوة الكبيرة بين مساهمة الفقراء ومساهمة الأغنياء ذكر ضيفنا من عربات جهود البنك الدولي مدعنا المبادرات المالية والاقتصادية للدول والهيئات الدولية يبدو أن الأمر غير كاف هل تشاطر رايبا يجب أن يكون لمجلس الأمن تحديدا تطرقا ومساهمة وحرصا على هذا الموضوع وهذا الشاغل الإنساني العاجل وليس ترفا أن يطرح في دروب المنظم الأممي أو المنظمة الأممية ربما التكاليف الاقتصادية للتغيرات المناخية أصبحت أكثر من المتوقع يعني حتى الدول المتقدمة والدول الصناعية أصبحت تعاني أكثر منها وبالتالي يصعب تحديد حجم المخاطر المالية وأيضا الخسائر المالية الناتجة عن تغير المناخ لكن معظم الدراسات بتشير أو تقدر التكلفة الاقتصادية بتريليونات الدولارات إذن هناك خسائر التأمين مثلا المترتبة على الكوارث الطبيعية ذات الصلة بارتفاع مستمر أيضا هذه الدول إذن هي تواجه مصاعب تواجه بدها فلوس كثير يعني مثلا يقدر المكتب الوطني الأمريكي للبحوث الاقتصادية أن الولايات المتحدة قد تخسر حوالي عشر ونصف المية منها الخسائر دكتور متفيقون حولها ماذا عن مبادرات العلاج ما بين البنك الدولي يعني حوالي متفقين حول الخسارات وحجمها هذا أمر مفروغ منه ربحا للوقت ما أفق المبادرات والحلول من البنك الدولي أو من هيئات ودول كيف تراها السؤال مش واضح لأن الصوت بقطع عندي شوي شو هي مبادرات البنك الدولي لإيش تقييمك لمبادرات البنك الدولي والدول وهل ترى أن الأمر يجب أن يطرح على طويلة مجلس الأمن كما ذكر ضيفنا من الرباط نحن متفقون أن الخسارات جسيمة وكبرى نعم يجب أن يطرح وأيضا يؤخذ بعين بجدية أكثر وبالتالي بتطبيق أكثر خاصة للدول النامي لأن هذا التغيير المناخي يؤثر على العالم ككل الأمراض تؤثر على العالم تؤثر على الصحة تؤثر على الطيران تؤثر على السياحة تؤثر على كثير من المجالات إذن مثل ما بيهمهم الأمر كدول غنية أيضا يهم الدول الأقل أو النامية وبالتالي يجب أخذ الموضوع ودعم الدول المحتاجة بشكل جدي وفوري أشكرك لابد أن نتوقف هنا دكتور اسمح لي بالمقاطعة هذا فاصل ثاني وأخير نعود بعده لنختم وإياكم مع ضيوفنا نقاش الليلة في حلقة الرابط أهلا وسهلا بالجميع مجددا الموضوع على قدر من المهمية والوقت أدركنا في الحقيقة دكتور الموسى في عمان أعود إليك لأسأل في أقل من دقيقة رجاء حديث البدائل للوقود الوحفوري الطاقة الخضراء والنظيفة هل هي الترياق والحل فعلا أو حل بعيد المدى والمنال هو التقليل تدريجيا من استخدام الوقود الوحفوري وتدريجيا استخدام الطاقة النظيفة وأيضا هذا يجب أن يكون على المستوى الفردي ثم المستوى الرسمي ثم المستوى الدولي يعني حتى كل شخص مننا يتحمل مسؤولية يتحمل مسؤولية في عدم هضر الطاقة عدم هضر الكهرباء عدم هضر المياه التقليل من استخدام السيارات وقضية النقل الجماعي وقضية التكثير من الخضار ثم على المستوى الدولي الدولي تقوم أيضا بواجباتها والمستوى الدولي والتعاون الدولي للتقليل من الآثار ومن الانبعاثات شكرا دكتور روداني خل من دقيقة أيضا إن سمحتري دور القرار السياسي في إرساء هذه الطاقة النظيفة رغم الصعوبات العلمية وبطء هذا المسار بتقديرك أعتقد بأن يجب بقرار سياسي وأن تصل إلى مستوى نقاش سياسي كبير مهم جدا على اعتبار بأن مسألة تغيير المناخ وتأثير ذلك على الأمن الوطني والأمن الدولي كانت فقط بيد الخبراء أو العلميين يعني العلماء في المجال وبالتالي اليوم القرار السياسي مهم جدا سيبار بأن اليوم عندما نلاحظ مثلا تجربة المملكة المغربية في إنتاج الهيدروجي الأخضر كانت سياسة ملكية وطنية طاموحة عندما نتكلم اليوم عن استراتيجية المغرب يعني لتقليص أو لتحييد الكاربون من خلال استراتيجية إلى حدد 2035 هي استراتيجية مهمة وبالتالي لا بد من الإقرار بأن السلوك سياسي للدول يلعب دور كبير في تحييد الكاربون أو تحييد الإنتاج إلى باريز لأخذ ما من هناك دكتور بدوي اسمح لي دكتور شرقاوي دكتور بدوي أسأل أيضا عن شعار تحييد الكاربون بالطاقة الخضراء هل العالم سائر في هذا الاتجاه أمن العثارات في الطريق كثيرة بالرغم من الصغرات التي حصلت في هذا المجال نعم العالم متجه نحو الاعتماد أقل على الطاقات الإحفورية يعني منذ اتفاكية باريز عام 2015 لاحظنا تقدما في هذا المجال وخاصة أيضا في الدول الصناعية طبعا لا نستطيع أن نتطلب من الدول النامية أن تنتقل بين ليلة ودحاها إلى الطاقة المتجددة ولكن هناك وعي اليوم هناك ثقافة في هذا المجال أصبحت وعينا بهمية الوقت يجبرنا أيضا على أن نقف هنا دكتور بدوي روبان مستشار منظمة الهمم المتحدة للحد من أثار تغير المناخ والكوارد الطبيعية في باريس شكرا لك من عمان لابد أن أشكر دكتور جمال الموسى خبير مناخي مستشار تقس العرب ومحاضر أرصاد جوية في الأكاديمية البحرية الأردنية من الرباط أشكر دكتور شرقاو الروداني الخبير في دراسات الجيوستراتيجية أستاذ العلاقات الدولية شكرا لكم جميعا بعد الاستفادة في القول ونقاش خلص ضيوفنا إلى التالي ستواجه الدول الغنية الأكثر تلويثا للبيئة صعوبة في مسألة الإنفاق بحكم الأزمات الاقتصادية الناتج عن الحرب الأوكرانية وجايحة كورونا فضلا عن أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة من الصعب تحقيق العدالة المناخية لبعض الاعتبارات التي منها التنافس الجيو السياسي وسلاسل التوريد وتداعيات الجايحة لذلك أصبحت قضية المناخ الثانوية أمامها نقطة النهاية شكرا للمتابعة إلى اللقاء